السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبي متابعيني يا رب تكونوا بخير هبدأ معاكم في موضوع الحلقة اليوم عن تفسير رؤية تساقط الشعر في المنام للمرأة وللرجل عموما فيه أمرين مهمين جدا سيحدثه لك إذا رأيت تساقط الشعر في المنام أمر مبشر وأمر محذر وهبدأ معاكم بالأمر المحذر رؤية تساقط الشعر أو سقوط الشعر في المنام من الرؤية المقلقة اللي سألني فيها كتير من المتابعيني عن هذا الرؤية لكن هي مش في معظم حالتها بيكون رؤية غير محمودة في بعض التأولات بيكون رؤية محمودة أهم حاجة أن يكون بواحد يكون بيفسر عن مفسر يصق فيه ومع الحالة الاجتماعية بتختلف من شخص إلى آخر وأهم حاجة أن أنت تكون وصق في ربنا أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير ورؤية تساقط الشعر أو سقوط الشعر في المنام بيأتي فيه أمرين أمر سلبي وأمر إيجابي أمر مبشر وأمر محذر بالنسبة للأمر المحذر فرؤية تساقط الشعر في المنام بتدل على بعض الهموم والمشاكل والقروب اللي هيقع فيها الرأي لكن لو لقى أن هو بيتساقط جزء من شعره من شعره كله فذلك الرؤية بيكون رؤية تحذرية من الله تعالى للرأي على البعد من الزنوب لأن الرؤية بترمز إلى قرب وهموم ومشاكل من قصرة الزنوب وكلة رزق وبعض القهوب اللي هيقع فيها الرأي فذلك احذر وتقرب إلى الله بقدر ما استطعت أما الأمر الثاني الإيابي الأمر المبشر في رؤية تساقط الشعر في المنام هي رؤية أنك تشوف نفسك شعرك بالكامل تساقط فهي رؤية مبشرة بزوال الهموم وفرق قريب للرأي بعد فترة من الصغوات والهموم مر بيها هيأتي فرق من عند الله تعالى وتيسير أموره صلاح حال له وتغيير حال في حياته إلى الأفضل بإذن الله بمعنى أن رؤية تساقط الشعر مش في كل حالتها بيكون رؤية غير محمودة في رؤية كتير بيكون مبشرة بالخير بزوال الهموم فيها لو لقيت شعرك بالكامل تساقط ابشر بالخير وصدق في الله أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير والله أعلى وأعلم يا رب أكون قدرت أفكه اللي محتاج أي تفسير حلمي قدر يسيبه لي في الكومنتات ولو أعجبكم الفيديو ياريت دعموا القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوكم كل جديد وفي حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا